الحادي عشر من يناير لست هنا أذكر بتاريخ اليوم بل تاريخ مهلة أخيرة لبطولة تلاشت أمام جيل رياضي فما هي الخطوة النيابية المقبلة على الوزير أن يستقيل ونحن نعطي نمهل 24 ساعة أن يستقيل لأنه خلاص فشل في الملف هذا وإذا ما قد تقدم استقالته فراح نقدم استجواه مباشرة إن شاء الله بعد نهاية مهلة 24 ساعة طبعا في زملاء أيضا اللي يديهم نفس الرغب عبدوها بالهارون وعبدوها بالبابطين والحميدة السبعي راح يكون في تعاون إن شاء الله ليكون استجواب مشترك بالنسبة للإستجواب الذي أعلن لوزير الإعلام حول الملف الرياضي أنا أقول للأخ وزير الإعلام أنا ما أنصح وزير الإعلام إذا لم يتم رفع الإيقاف أن يذهب للإستجواب لأننا جميعا لا نقبل أن تبقى الكويت موقف رياضيا طوال هذه المدة اتهامات نيابية سددت باتجاه المرمى الحكومي بأنها هي المتسبب باستنزاف الوقت ولعدم جديتها برفع الإيقاف في الجلسة السابقة اللي ليست للأمس أعطيناهم مهلة إذا كان هذا التوجه أو هذا التعهد اللي قدمت للحكومة أنه سوف يرفع الإيقاف نحن معكم لكن هي أصلا لما جابت الحكومة أتت بهذا التعهد هي تعلم علم اليقين أنه لن يرفع الإيقاف بطولة كروية آسيوية تلاشت لكن لا تزال بعض الفرق لديها مشاركات خارجية مقبلة فإن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا كل الطرق باتت تؤدي إلى الاستجواب نسبيا إلا أن السؤال هل هذه المساءلة السياسية كفيلة برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية لتلفزون المجلس رياض العبادي